وصلت وزارة الداخلية جهودها وحملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 767 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات تصل إلى 217 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 84 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 104 أطنان أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 18 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان اسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 479 قضية من بينها 193 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للموصفات في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبطات تصل إلى 14 طن اشتركوا في القناة